السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير يهد الخير الله يسعدكم عنا ويعودكم قرأت لي قصة فيها فائدة وميضة عبرة هذه وحدة سبحان الله عنه ما عنده لولد واحد ابتلاء الله سبحانه وتعالى درسه فترة مريض ثم توفى لا تسأل عن أحزانها وعن همها وعن غمها يوم توفى ولدها ولدها يعني زوجها برضو كذلك توفي هو اللي مالي عليها البيت هو اللي يرد عليها الصوت كيف تتوقع البيت بيكون لها في كل زاوية في البيت مع ذكريات ومواقف طلعتها دخلاتها جلسة عيوية في السفراء فقدت كل هذا راحت عند أحد الحكماء فسألته فقالت له أنا مستعدها ضحي بالغالي والنفيس بس يرجع ليولدي طبعا نحيانا بعض الناس يصير محزون يصيري تجيها فكار تجيها فكار مستحيلة أفكار ما لها حل عشان بس يعني يحل مشكلته فجأت اندحلت الحكمة في المكان اللي ساقنا فيه قالت أنا بقوله يرجع لي قال لها ما عندي مشكلة أنا عندي السيلاجي أبي استجيب لي شعير من عند بيت من عند أناس ما قد دخل بيتهم الحزن نهائي أبدا جيبه لي وأنا إذا جيبت لي أباطحنا بسوي في الطريقة يرجع ليس وليدس قالت تم وبدت الحرمة مستعينة بالله تطق على البيت فلان وبيتها اللان في مدينتها اللي هي تعيش فيها تقت على البيت الأول إلا فتحت لها حرمة كبيرة بس عندها عيال أيتام وتعبانه وبعض عيالها تعبانين كذلك ولا في من يصرف عليهم قال ما بطلة القصة انقلت همها البيت اللي دقت عليهم جايتهم في فترة وقت عشاء وهم ما تغدوا احزانت عليهم وانقلت همهم قالت أنا وعدي في سنة أكلم أهل الخير وأهل الصلاح إنهم يعطونك وأنهم يعني ينفقون عليك لكن خليها المبلغ البسيط مشي حالك فيه وعدتها تزورها مرة ثانية طلعت من عندها دقت باب ثاني افتحت لها بنيت صغيرة قالت لها أنا ديلي أمت قالت أمي ويتوفى ورقوا بالسيل واخوي اللي كان يعني يبي يحاول أن ينقضهم توفى معهم ما فيه لنا عايشة في البيت بين أربع جدران رحمتها وراقصت لها ودرت أن يعني فقدت الكثير وعدت أنها تاخذها معها تعيش معها لكن قالت خليني الحين وبجيك إن شاء الله بإذن الله عقب كم يوم وفعل سبحان الله العظيم طلعت من عندها وراحة دقت باب ثاني دقت باب ثاني سألتهم وين أمكم طلعت الأم هل عندكم شعير؟ قالت نعم لكن قبل ما أخذ منكم الشعير هل مرضكم حزن أو شيء؟ فشكت لها الحال أنا هذا زوجي طائح وعيالي ما يقدر يصرف عليهم من في أحزن من بيتي صارت تمشي ودقي لبيوت هذا بيت حزن عرفت كل اللي في مدينتها من كثر ما يشتكون له وهي تسمع من المتحاول وتساعد اللي تقدر نهاية المطاف شافت قدامها وعاينت قدامها أن هذا البيت أكبر منها مصيبة أن هذا البيت ما زالت المصيبة قايمة إن هذا البيت معدوم مثل البنت الطفلة الصغيرة فأنت لست وحدك تعيش في هذه الدنيا مصائبها وفي أحزانها بل قيل أنما النظر فيه مصيبة غيرها حانت علي مصيبتها سبحان الله العظيم من الحاجات اللي تخفف أحيانا حزنك أنك تنظر فيه مصائب غيرك فيه أحزان غيرك فتحاول تساعد تحاول تصبر تحاول أنك تعين أخيك المسلم لأن سبحان الله العظيم تصير أنت مثل هذا المرأة يعني هذه إن شغلت بهم غيرها عن همها فعاشت أنها إذا أسعدت غيرها بتنسعد فدائما إذا سخرك الله سبحانه وتعالى أن تسعد فلان سيسعدك أن تجبر كسر فلان سيجبرك أن تقف مع فلان لن يتركك الله سبحانه وتعالى وهالجزاء والإحساني إلا الإحسان فأنت لست وحدك وهذه الدنيا طبيعة على كدر لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن تذكر دائما أن الجزاء الجنة وجزاءه بما صبروا جنة وحريرة الله يجمعنا وإياكم والدين والنحل في الجنة يا رب العالمين